يمكن اللي نجح وبشكل يعني أنا أسف في التعبير يعني عشوائي لا كان بتخطيط ولا كان برؤية ولا كان ببرنامج شغل محمد صلاح وما تحملوش الرجل فوق طاقته عشان نبقى يعني بمنتهى الموضوعية يعني انتوا بتقارنوا أو الناس بتقول لك بص ما نيه مع السنغال وصلاح مع منتخب مصر طيب ما تبص المنتخب السنغال مين بيلعب جنب ما نيه وقصة مس قصة مين بيلعب بره برضو دي نقطة مهمة جدا عشان تاخدوها في الاعتبار ويبقى الكلام دقيق القصة بيلعب بره ازاي تأثيره ايه مع الفرق اللي بيلعب معها بترفع سماعة التليفون بتجيب كل يبالي من نابولي واحد من أفضل المدافعين في أوروبا بتجيب ساديو ماني بتجيب اسماعيل يسار بتجيب بونا سار من باير ميونيخ بتجيب إدريسا جاناجاي من بي أجي وغيرهم ومندي وغيرهم وغيرهم فريق كورة بتاعتهم عاملة ازاي امكانياتهم دول بيلعبهم غير مدرب دول معامل مدرب ما جايش على فكرة يعني اليو سي سي مش من المدربين يعني الراجل معاملهم انتخب يعني منتخب أوروبي وبالتالي عشان تعمل ده عشان مصر احنا اكتر دولة فازت ببطولة أمم أفريقيا اكتر دولة انديتها خدت بطولات أفريقية هو مع ذلك من أقل دول أفريقيا في عدد المحترفين دي داي لما محتاجين نتكلم فيها ازاي تقدر تعمل ده الأرقام الفلكية اللي عبتنا بتخدها في مصر وانا مش ضد ان الناس تكسب انا اهم حاجة انك تكسب ويكون فيه مردود الاهلي بيحاول نعمل ده لما بنشوف الاهلي بيلعب بره مصر لما بنحسش بالفوارق الكبيرة جدا هو بيلعب مع أبطال قراط او بيلعب مع أنديها أوروبية الاهلي بيجتهد عنده منظومة فيها استقرار مادي واستقرار إداري عنده تخطيط عنده رؤية للمستقبل بيدعم بعناصر مفيدة جدا لفرقته وبالتالي لما بيطلع يلعب بره وبيمس المصر ما بنحسش بالعكس كنا بنلعب مع بره ميونخ بطل أوروبا واحسن نادي في العالم وحاسين ان احنا نقدر لعبنا مع بالمراس بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية وحاسين ان احنا نقدر نعملها وعملناها ازاي تقدر تعمل زي صلاح عشر عشرين لعيب ازاي تطلع لعيبة الصغيرة وتسيبها تطلع بره بس عشان تعمل ده لازم يجب فيه عدد لانه الاحتراف مش بس كورة الاحتراف من ثلاثي وكورة صلاح مش الأعلى في جيله ومش الأعلى من حس الموهبة يعني ولا إمكانيات والقدرات اللي جات في تاريخ مصر اللي ممكن عدلك عشر عشرين تلاتين اسم كورتهم أعلى من محمد صلاح بكتير بس هنا الدماغ المنتالي العقلية تعرف تتواكب مع الاحتراف وده مش دور اللعيبة بس عشان منظلمهمش ده دور اللعيبة ودور الاندية ودور الاتحاد ودور حتى وكلاء اللعبين للأسف عندنا في مصر تم اختزال دورهم في فكرة السمسرة سمسرة لعبين أكتر منهم وكيل لعبين وكيل لعيبين مش انك انت تتبيع وتشتري وتاخد العمولة وخلاص ودمتم زي تشتغل مع اللعيبة اللي انت وكيله زي تطور منه ومقدراته ومطلقته على التفكير وعلى إيجاد الدوافع ولا تطوير مستوى وعلى انه ما يبطلش يحلم بمجرد ما ياخدله في عقد مليون ولا 2 مليون دولار كان بطلها صلاح من زمان لعيبة أفريقيا اللي بتطلع بره دي ما هياش من ناحية الإمكانيات والمهارات أحسن مننا في حاجة لكن بيطلعوا وبيكفحوا وبيثبتوا نفسهم وبيبقون جون كبار ومؤسرين ولا غنى عنهم في فرقهم هي مش القصة انك انت تروح تلعب في باريس سان جرما ولا تروح تلعب في ريال مدريد وتقضيها على الدكة أو يبقى وجودك زي عدمه هي مفيش لعيبة في مصر جات في تاريخنا كله تلعب في ريال وفي بارسا وفي بار ميونيخ وفي أكبر أندار أوروبية وتبقى أساسية وتبقى مهمة فيه طبعا كتير جدا لكن ما بيحصلش ما بيحصلش ليه ده السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه كمنظوم